مثل ما قريته بالعنوان نهاية التيك توك في العراق هذا خبر رسمي حاليا نزل بالعراق والحكومة العراقية حاليا بدت تتخذ خطوات مثل خطوات السعودية وخطوات الاردن وخطوات باقي الدول اللي حضرت وحجبت تطبيق التيك توك عن المنصة او عن الدولة هزتك في التفاصيل كاملة وهل هاي الخبر حقيق وراح يصير لو فقط ترند وكلاوات يعني اشتركوا بقناة الشباب وانطولوا لك وفعلوا جرس الاشارات هل مرة شباب في العراق وزيادة الاتصالة العراقية قدمت طلب الرسمي وقاعد طاعت بيان رسمي قاعد احنا لازم نحضر التيك توك يعني هذا البيان المالتها الرسمي قدمتها لحكومة العراقية يعني الحكومة العراقية راح تقبله بنسبة 99% نسبة 99% والعراق مو اول بلدين حجب تيك توك السعودية قبل شم شهر حضروا بيه البثوث فقط المقادرة تشتغل وحتى المقادرة راح تنحضر بالأيام القادمة وفي الاردن حضرت والهندن حضرت وزيادة باكستان ودول كثيرة دول كثيرة وحتى الامريكان حاليا بدوا يحضروني تيك توك يعني هذا الخبر مو بس في العراق بنسبة شبيرة من الدول بدوا يحضروني هذا التطبيق اللي يعتبروه تطبيق مخل وتطبيق هاي ولكن الشباب السؤال الصغيرة هل الفيسبوك مايفرق عن التيك توك؟ لان اذا اشوف ان تيك توك اكو مقاطع من يطلع عنه خلاعية وها السؤال فسهل اغلاط صحة ولكن فيسبوك يطلع عن به هجسوالف مرات يطلع هجسوالف وترند وعلانات بس التيك توك شوية بيرقصوا واي بس يعني ما بيمثل في فيس ليش التطبيق الامريكي موجود وما ينحضر والتطبيق الصيني موجود وين حضر شنو فرق؟ هو نفس الفساد اما الفساد فيسبوك اكثر شكرا